بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة وأنشط الدرس سورة آل وعمران من الآية 45 حتى الآية 55 ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكه وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كتير وعشان ما نطولش عليكو خلونا نبدأ في البداية جاءت سورة العمران لترد على شبهة الظالمين والمطلين في قضية نبي الله عيسى عليه السلام وتناولت عدة موضوعات منها دعوة الناس جميعا إلى عبادة الله وحدة لا شريك له وأيضا الدعوة إلى الوحدة والاعتصام بنين الله سبحانه وتعالى وتفرغ مريم عليه السلام لعبادة الله تعالى وبعض الأحداث من غزوة أحد في البداية أول مقطع تناول مولدة سيدنا عيسى عليه السلام حيث أنها مريم العزراء كانت تؤدي بعض عباداتها ففوجئت بظهور إنسان حسن الخلق أمامها فاستعادت بالله تعالى منه هرصا على عفدها وطهارتها فطمأنها وأخبرها أنه هو جبريل عليه السلام وأن الله سبحانه وتعالى هو من أرسله إليها لماذا؟ حتى يبشرها بولادة طفل مبارك سيكون رسولا وصاحب جاه ومنزلة في الدنيا والآخرة هنا سيدة مريم استغربت ودهشت قائلة كيف يكون لي ولد ولم يتزوجني أحد من البشر ولم يقربني فأخبرها جبريل عليه السلام بأنها إرادة الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء وأنه يقلق ما يشاء وأنه يقول للشيء إذا أراده كن فيكون وقد خلق عيسى عليه السلام من غير أب كما خلق آدم عليه السلام من غير أب ولا أم وهنا استغربت الناس من ولادتها وأنكروا على مريم وسألوها فأشارت إليه وهو في المهد فأنطقه الله سبحانه وتعالى وكانت أول كلمة ينطقها إني عبد الله لماذا حتى يبطل بهذه الكلمة كل الدعاء غير ذلك وقد أرسل الله عيسى عليه السلام رسولا إلى بني إسرائيل حتى يأمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده ويحل لهم بعض ما حرم عليهم ومصدقا برسالة موسى عليه السلام ومبشرا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعندما جاءت السيدة مريم لقومها بسيدنا عيسى أيده الله سبحانه وتعالى بمعجزات عديدة وهي أنه كان يشكل من الطين على هيئة الطير ثم ينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله وكان أيضا يمسح على الأعمى والأبرص فيبرئهما بإذن الله سبحانه وتعالى وكان أيضا يحيي الموتى بإذن الله تعالى وكان يخبر الناس بما يأكلونه ويدخرونه من أصناف الطعام في بيوتهم أما موقف بني إسرائيل من دعوتهم فإن الله سبحانه وتعالى أرسل عيسى حتى يدعوهم إلى الدين الإسلامي وأيده أيضا بالمعجزات التي تدل على صدقه إلا أن بني إسرائيل انقسموا تجاه دعوته إلى قسمين قسم آمن به وناصروه وهم قلة قليلة وقد سماهم القرآن الكريم بالحواريين وقسم كفر به وهم الأكثرية هذكذبوه وحاربوه واتهموه بالسهل اتهموا أمه بالفاحشة وتآمروا عليه وحاولوا قتله إلا أن الله سبحانه وتعالى نجاه منهم ورفعه إليه عندما أرادوا قتله وألقى الله تعالى شبه عيسى عليه السلام على رجل منهم فأخذوه وصلبوه ظنا منهم أنه المسيح عليه السلام وبردت آيات في القرآن الكريم أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب بل إن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه وسينزل في آخر الزمان حتى يقتل المسيح الدجال ويحكم بشريعة الإسلام ويملأ الأرض عدلا كما ملئ الظلمان وجورا ننتقل الآن إلى حل أسئلة التقوي السؤال الأول أضع إشارة صحية من العبارة الصحيحة وإشارة خطائهم من العبارة الغير صحيحة فيما يأتي 1- تشفع سورة آل عمران لقارئها يوم القيامة صح 2- بشر جبريل عليه السلام مريم بولادة رجل مبارك اسمه يحيا خطأ يستفاد من آيات الدرس إثبات إحدى الطرق الأربعة لخلق الإنسان صح 4- أرسل الله تعالى عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل ليحل لهم أمورا حرمت عليهم زمن موسى عليه السلام صح 5- أحيا الله تعالى عيسى ورفعه الله إليه بعد قتل بني إسرائيل له خطأ يجتمع الشبه بين آدم وعيسى في خلقهما من غير أب صح ننتقل الآن إلى حل السؤال الثاني أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي 1- الكهولة هي مرحلة 1- الصبا 2- الشباب 3- الآيات الكريمة بعض معجزات عيسى عليه السلام وكان عددها 3- معجزات 4- معجزات 5- معجزات 6- معجزات الإجابة هي 5- معجزات السؤال الثالث أبين معاني المفردات الآتية وجيها الأبرص الأكمة وجيها وتعني صاحب جاه ومنزلة الأكمة هو الذي يولد أعمى الأبرص المصاب بمرض جلدي السؤال الرابع أعدد أربع من المجزات التي أيد الله تعالى بها نبيه عيسى عليه السلام واحد كان يشكل من الطين على هيئة الطير ثم ينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله سبحانه وتعالى وأيضا كان يمسح على الأعمى والأبرص فيبرآن بإذن الله تعالى وكان يحيي الموتى بإذن الله تعالى وكان يخبر الناس بما يأكلونه ويدخرونه من أصناف الطعام في بيوتهم خمسة أصف موقف مريم عليه السلام عندما تمثل جبريل عليه السلام لها على صورة رسل فوجئت بظهور إنسان حسن الخلق أمامها تعاذت بالله تعالى منه حرصا على عفتها وطهارتها فضمأنها وأخبرها بأنه جبريل عليه السلام أرسله الله تعالى إليها ليبشرها ستة وعل ما يأتي وحتى تسميت سورتي العمران والبقرة بالزهراوان لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما نين أول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام إني عبد الله لإقرار العبودية وأنها لا تكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى ثلاثة إرسال عيسى عليه السلام رسولا إلى بني إسرائيل ليأمرهم بعبادة الله تعالى ويحلل بعض الذي حرم عليهم سبعة أوضح موقف بني إسرائيل من عيسى ورسالته منهم من آمن به وناصروه وهم قلة وقد سماهم القرآن الكريم بالحواريين وقسم كفر به وهم الأكثرية حيث كذبوه وحربوه واتهموه بالسحر واتهموا أمه بالفاحشة وتآمروا عليه وأيضا حاولوا قتله إلا أن الله سبحانه وتعالى نجاه منهم ورفعه إليه عندما أرادوا قتله وألقى الله تعالى شبه عيسى على رجل منهم فأخذوه وصلبوه ظنا منهم أنه المسيح عيسى عليه السلام أصدقاء العزاء هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا يريد تطلعوا على الروابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة